إن الضمير الآثم لا يحتاج إلى إصبع اتهام لذا ابدأوا بمحاكمة أنفسكم أمام ضمائركم وعلموا أن شجرة الظلم لا تثمر وأن من بالغ في استسلامه ضغط فكره عن رؤية الحقيقة ومن صدق كذب الحياة ساخر منه ضميره وأن عواقب الصمت أشد خطورة من أسبابه ولأن الضمير هو منارة الإنسان إلى الصواب نستعين به لتحقيق الحلم العربي لذا دعوا ضمائركم تنتق فالضمير الأبكان شيطان أخرس